من ضمن اسئلة السلام عليكم لو سمحت يا استاذ مصطفى لو عاوز شغل اداري في بنوكة بحث ازاي والشركات اللي ابحث فيها ومتوسط راتب كام? ولو لقيت شغل اداري في بنك ينفع يكون قريب من بانسكنة يعني مش للاحباط والله ولكن ايه المقصوب بشغل اداري? كلام عام قوي. اه شغل اداري ده اقدارة. يعني اقدارة جوا بنك يعني اه مسكين حاجة. حد شغال مسلا ايت شقار. حد شغال ماركتنج. حد شغال في المجال بتاع التوظيف والتعيين حد شغال في يعني هي ادارات داخل البنك. الادارة الطبية. الادارة القانونية. فهي ادارات. فعاوز حد يدخل ادارة ما فيش حاجة اسمها شغل اداري. نبحث ازاي نصيحة من ادخل الاول مجال وبعدين نقدم في البنك لما يعلن البنوك اغلبها بيبقى على الموقع الالكتروني بتاع البنوك بتلاقي فيه الصفحة بتاعت الكارير. بتدخل فيها. آآ فانت بتقدم. فبلاش الكلام العام اللي هو انا عاوز اشتغل شغل اداري. طيب ما بقاش في حد بيسأل الاسئلة دي بقى. بيسأل انا عاوز اشتغل كزا. وانا قريدي عند الخبرة فيها. متوسط الرائعة تبع على حسب كل بنك عامان فيديوهات كتيرة. لو لقيت شغل اداري في البنك ينفع يكون قريب من ساكنة. عادة الفروع ما بيبقاش فيها ادارات الادارة بتبقى تلاقيها في مكان بعيد. يعني مسلا الادارة بتاعتهم في القرية الزاكية. الفروع اللي جنبك دي هي طيلر وصراف وبتاقي. يعني حاجات كلها مصرفي. فخلي بالك مش هيكون الحاجات الجنب البيت كلها قريبة منك على هزا الشأن وربنا وفقك وكتبلك كل الخير بازن الله.